السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي دل اليوم لدينا الحصة الثانية في درس الموشور القائم والأسطوانة في الصفحة 106 دل نلتقل إلى الصفحة 106 حول حجم الأسطوانة والموشور القائم ونبدأ بالتمرين السابع مسبح من أسطواني للأطفال أسطواني الشكل قياس ارتفاعه 84 سنتيمتر قياس قطره قطر قاعدته 3.9 م ملأنا جوج على 3 من حجمه ماء وحسب قياس حجم الماء بهذا المسبح بالليتر إذن لاحظته هنا يمكن بزاف ديال الأمور أن الشكل ديال المسبح هو أسطواني إذن هذا الشيء غادي نحاولو نمثله إذن عنا المسبح على شكل أسطواني يمكن بحلها كار عنا الارتفاع نتاعه 84 سنتيمتر عنا القاعدة دياله 3 فاصيلة جوج ولكن القطر 3 فاصيلة جوج ماء ثم جوج على ثلاثة منه ملأناه ثلاثة منه ملأناه ثلاثة ونأخذه جوج إذن ملأناه جوج على ثلاثة منه يعني ملأناه تل هنا هذا هو التمرين يمكن بزاف ديال المعطيات هذا بقياس حجمي قياس حجم الماء في المسبح بهذا المسبح هنا ما قالو ناشا نحسبو الحجم ديال الأسطواني المسبح كله بغينا فقط الماء ولكن لا بد أننا نحسبو قياس حجم المسبح إذن أولا نحددو حجم المسبح باش غدي نحددوها أنا أفضل بالديسيمتر مكعب علاش باش إن فو نحددوها بالديسيمتر مكعب غدي سهل علينا نحولو الليتر لأن واحد ديسيمتر مكعب كحجم يساوي واحد لتر كسعة لأنه ما طلبونا هنا السعة بالحققص هم يقولوا حسب قياس سعة المسبح ولكن مش مشكلة إذن هنا غدي نجيو شنو غدي ندير نحن كنعرفو بأنه نحن كنعرفو بأنه الحجم نسميوه الحجم فتوطال شنو غدي نساوي غدي نساوي لاباز فو أش قاعدة في الارتفاع حجش تعلمنا في الحصة السابقة القاعدة شنو كتساوي هي عبارة عن قرص نحن كنعرفو فاش كان بغيو نحسبوه مساحة القرص الشعاع في الشعاع في بي وعادة نضربو فاش نحن كنعرفو الشعاع ولكن للأسف هم يعرفو القطر إذن هذا القطر سنقسموه على جوج إذن الشعاع كي يساوي القطر سنقسم على جوج إذن القطر عندي ثلاثة فاصلة جوج سنقسمها على جوج ستعطيني واحد فاصلة ستة ولكن ماتر أنا كيف أردت أن أحسب أردت أن أحسب بالدسيمتر المكعب إذن هذا يجب أن نحويلها بالدسيمتر إذن ستعطيني 16 دسيمتر كطول إذن هذا هو الشعاع إذن في طال ستساوي 16 16 3.14 معروفة أش عندي عبارة تاني باش بالسنتيمتر أنا أردتها باش بالدسيمتر إذن سنحويل سنحويل ونحويل أردت 84 سنتيمتر تساوي 8.4 دسيمتر لكي يكون عندي توافق في الوحدات إذن هنا سنضرب 8.4 إذن هذا هو ونحويل 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 مكعب ونحويل ونحويل حجم الماء في المسبح الماء في المسبح باللتر إذن نقوم بعملية حسابية ثم نحويل ثم نحويل ونحويل ثم نحويل ثم نحويل ثم نحويل لدينا 16 مضربة ثم ندرس ثم ندرس ثم ندرس ثم نحويل نكتبه كما هو بالفاصيلة 6752.265 هذا الحجم الكلي كسعة نعطينا نفس لأن يوافق الليتر بالنسبة للسعة نحسب حجم المسبح نسميه سيتم سيقوم بجوجة مضربة في لأن سيقوم بجوجة سيقوم بجوجة مضربة في هذا الحجم وهو 6752.256 والنتيجة سيكون بالليتر سيقوم بجوجة سيقوم بجوجة سيقوم بجوجة ونقوم بجوجة يعني بحل كنحسبوه التلوتين من هذا المسبح إذن أعطتنا 45001.504 إذن هذا هو حجم الماء في المسبح ننتقل إلى تمرين 8 قام أحد أو قام حداد بإحداث تقبل أسطواني الشكل في قطعة حديدية مكعبة قياس حرفها وحسب حجم القطعة الحديدية بعد تقبلها إذن هنا إلا لاحظة القطعة الحديدية عندها واحد تقبل أسطواني إذن شحل غيكون لارتفاعاً تها الأسطوانة؟ وارتفاعاً تها الأسطوانة لأن الأسطوانة دائماً فاش نبغي نحسب الحجم انتاعاً نفكر في جوجة حويش الشعاع ثم الارتفاع الشعاع هو أعطاه لي جوجة سنتيمتر الارتفاع هو ارتفاع المكعب المكعب أعطاهني عشر سنتيمتر إذن ده بقى أنا إلا بغيت نحسب الحجم ديال القطعة الحديدية بدون دلك الجزء المبطور ديال الذي هو على شكل أسطوانة ما سنفكر؟ نفكر الفرق إذن سنفكر الفرق بين حجم المكعب الحرف نتاع عشر والحجم نتاع الأسطوانة إذن حجم القطعة الحديدية ما سنفكر الفرق بين الحديدية؟ ماذا سنفكر في الحديدية؟ كانت غير متقوبة في الأول بطبيعة الحديد ولكن سنحسب إلا على حجم المكعب ونطرح منه حجم الأسطوانة أنا كان أعرف أن نحسب حجم المكعب هو الحرف 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 ستة دير عشرة فاشرة فاشرة ثم نطرح منه الحجم من الأسطوانة الأسطوانة عندي الشعاع هو كيساوي جوج نضربه في الشعاع ونضرب في 3.14 هذه مساحة قاعدة الأسطوانة ونضرب الارتفاع عشرة من الأسطوانة وهو الحرف المكعب هذا الشيء سيطلب منه نديره عملية حسابية ونلقوا النتيجة النهائية إذن لدينا 10x10x10 هي 1000 ونقسم منها 40x3.14 من نجات 40 نضرب الجوج ونضرب 4x10 40x3.14 الحاجة التي نحسب دينيا نحسبها والحاجة التي تحتاج كالكولاتريس وخها 874.4 سنتيمتر مكعب هذا هو حجم الأسطوانة حجم القطع المتقوبة إذن سنقوم بالتمرين التاسع ونحسب حجمي الحوض والبرميل بالسنتيمتر مكعب هذا هو أسطوانة وهذا متوازن مستطلة سنتعامل معهم كل واحد بلافور منتاعه بالشكل منتاعه إذن سنتحضر كل شيء إذن عندي جوج الحجوم إذن عندي حجم البرميل الحوض وعندي حجم البرميل 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 هو أسطوانة والحوض هو متوازن مستطيلات إذن سنقوم بعمل V1 وهذا نسميه V جوج نرى الأبعاد لما كان يتوافق في الوحدات سنتيمتر سنتيمتر لدي الشعاع لدينا الشعاع وإرتيفاع هنا أعطوني الطول والعرض ارتفاع إذن الحوض سنضرب الطول 75 العرض 40 ارتفاع 18 وغلق النتيجة بالسنتيمتر بالنسبة لبرميل نضرب الشعاع في الشعاع في 3.14 وغلق النتيجة في الشعاع 4 نضرب في 4 ونضرب في 3.14 وإرتفاع 70 وفي النهاية سنجد سنتيمتر مكهل كل حجم من هذه الحجوم حجمين حجمين نضرب 40 ونضرب 18 ثم 4 ونضرب 3.14 و70 حجم حجم الأول أعطانا 54 ألف سنتيمتر مكهل وبالنسبة للحجم الثاني أعطانا 3516 فاصلة 8 هذا بالنسبة للتمرين 9 ومشيء التمرين 10 الشكل الآتي هو تصميم المستودع وحسب حجم هذا المستودع بالسنتيمتر المكهل هذا موشور قائم هنا هذا الموشور القائم يجب أن نحسب مساحة القاعدة ونضربها فارتفاع هذه الطريقة دائما بف واش إذن إلا بغيت نحسب إلا بغيت نحسب الحجم دي المستودع حجم المستودع باش نشوفه جعندي توافق الواحدات نعم بالميطر المكهل إلا بغيت نحسب الحجم أولا سنحسب مساحة قاعدته مساحة قاعدته باش بالميطر المربع عندي القاعدة دياله ومنش كتتكون كتتكون من مستطيل إذن من مستطيل إحنا كنعرفوا المساحة المستطيل شنو هي هي الطول العرض العرض ها هو هذا كي قيس هذا إذن هنا هنا ثلاثة إذن عندي الر stack مثال مساحة قاعدة ثم عندي هذه المتلت الأصب تحسين حسابتها . أنا كنا عرف قاعدة مساحة المثلت القاعدة في ارتفاع على جوج القاعدة عندي . هذه هي 4 حيث تساوي هذه . هذا يحتاج أجد نلقاه هذا الارتفاع من الشكل الذي أجده . هنا من هنا التي هنا عندي 5 ومن هنا 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 3 إذن ما سيتم جوج . و بالتالي مساحة المثلت ستكون هي 4 في جوج مقسم على جوج 4 في الجوش ثم على جوش إذن هذه هي المساحة اللباز أعطيني 12 زائد 4 إذن 16 إذن 16 سنتي 16 متر مربع إذن دابا أنا وجد المساحة دي القاعدة لكي أحسب الحجم ديال دابا غل مشي الحجم المستودع غادي ساوي بف واش غادي عندي ضيجة حسبتها تساوي 16 هذي كلها تسمى بي وغنضرب الارتفاع اللي هو حلقاونا ارتفاع سبعة إذن هنضير 16 سبعة ونشوف النتيجة كساطينة 112 إذن 112 متر مكعب هو الحجم هذا المستودع تمرين 11 أقرأ هذه الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر عند حلها هناك الخطأ الذي يمكن أن يقع فيها المتعلم هو أنه يمكن أن يخلط بين الشعاع والارتفاع لأن هذه أسطوانة الأسطوانة واحد هذه نسميها واحد وهذه جوج ثم حجم الأسطوانة جوج إذن بالنسبة للأسطوانة واحد ثم تقع فيها المتعلم هو أنه يمكن أن يقع فيها المتعلم هو الارتفاع وهنا تقع فيها المتعلم هو مكعب هنا يقع في جوج مكعب في جوج هنا يقع في جوج وحجو يعني القاعدة لها مختلفة إذن هنا الشعاع هو جوج في جوج في جوج في ثلاثة فاصل أربعة أش وهذا كنت تلاحظو هنا هناك بأن هذا ارتفاع ولكن بالنسبة لأن هنا هو شعاع وهنا هذا شعاع وهنا ارتفاع لأن هنا يجب المتعلم يميز بين ارتفاع والشعاع لأن الأسطوانة لحسابة يحجمها يحتاج الارتفاع والشعاع سنرى هنا هي الأسطوانة لحجمها كبير إذن V1 تساوي 56.52 متر مقعب ثم Vجوج يساوي 37.68 متر مقعب إذن ما نلاحظه؟ نلاحظه بأن هذه الأسطوانة ليس لهما نفس الحجم هنا الغلاط يمكن الكلمة يعتقد بأنه يلقى نفس الحجم كذلك لا ليس لهما نفس الحجم عندهم نفس المساحة الجانبية إذن سؤال 12 ألاحظه ارتفاع السائل في الإناء بعد إضافة كل من المجسمات A و B و C المجسم A هو الأكبر إذن هنا لدينا واحد السائل للمستوى الماء ارتفاع 12 إلى يعني إذا نحن فيه A مرتفع باربعة سائل إذا نحن فيه A و B مرتفع بشحال إذن بشحال إذن A يكون مرتفع باربعة وتعطينا 16 إذن B مرتفع بجوج إذن حجم A مرتفع بشحال للمستوى الماء أحل 5 إذن الجسم A فاش كان ضيفوه هنا يا شنو كيدير كي يعلل السائل بربعة B كي يعلل السائل بجوج C مش حال غادي يعلي السائل نشوف الفرق بين واحد وعشرينين بثلاثة إذن C كيرتافع السائل بثلاثة سنتيمات تبا السؤال شكون هو الكبير هو اللي خلال ارتفاع ديال الماء أكثر إذن عنا A رتافع الماء بربعة يرتفع الماء بجوج C يرتفع الماء بثلاثة إذن ما هو اللي خلال الماء يرتفع أكثر هو هو A إذن الموجسام A هو الأكبر حجما إذن الجواب صحح الموجسام C هو الأصغر لا الموجسام B هو اللي صغير حيث الموجسام B هو اللي مرتفعش الماء بزاف إذن الجواب هنا هو الخطر ستمرين 13 أحسبو حجم الموجسام إذن هذا الموجسام هو بحل كما شفنا في التمرين 8 هي أسطوانة فيها تقب ولكن هذه المرة أسطوانة فيها تقب أسطوانة بينما في التمرين السابق كان عنا مكعب وفيه تقب أسطوانة إذن حجم الموجسام ما سيكون؟ سيكون الأسطوانة حجم الأسطوانة الكبيرة ناقص حجم الأسطوانة الصغيرة إذن حجم الأسطوانة الكبيرة نعرف الشعاع خصنا الشعاع إذن ستعاملوا بالشعاع لدينا هنا القطر إذن الشعاع سيكون 1 متر إذن 1 في 1 في 3.14 إرتفاع بحال بحال ناقص لدينا هنا القطر 1 إذن الشعاع سيكون 0.5 0.5 0.5 0.5 3.14 ونضرب 4 إذن هذا هو حجم الموجسام إذن سنضح ثلاثة 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 نقص 0.5 ثلاثة 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 زيارة بالنسبة لنا إذا انتظرنا المرات يبدأ أعطينا الحجم و الارتفاع و حسب الحجم نعرف أفضل في فضل في فضل في فضل و في فضل ثم يتوافق إذا أردت زيارة بالنسبة لنسبة لحجم سوف نقسمها على ثلاثة وتعطيني خمسة ديسيمتر ولكن يجب أن نكون عربي بأنها دي ستون آق سيتدير مربع لا ندير المكعبات تنصير لأنها مساحة نقوم بتمرين خمستاش غمرنا في الإناء ثلاث مكعبات متشابهة قياس حرف كل واحد أربعة سنتيمتر وحددوا قياس ارتفاع الماء في الإناء أحدث تنصير لدينا ثلاث مكعبات وكل مكعبات متشابهة ونحن لدينا من أشياء الحرف في 4 ونريدون أن نعرف بأنها مكعبت متشابهة لإسمان مكعبت الماء حجم المكعبات الثلاثة حجم المكعبات الثلاثة سيكون 4x4x4 ومحيث هما ثلاثة سنضربه في ثلاثة هذه المكعبات بثلاثة ستعطينا 4x4x4x3 ستعطينا 192 192 سنتيمتر هذه حجم المكعبات سنحدد الفرق بين حجم المكعبات التي غمرنا سؤال هنا المكعبات سنلوح ورتفائه وارتفاع الماء كما تحدد المكعبات سيزيد أنه لدينا متأكد مكعبات مباشرة ستعطينا المساحة القاعدة سوف نقوم بحساب عددي ٢٤٦ ثم سأعطينا ٣٠٠ ٤٤ ٤٤ هنا حجم المكعابات سوف نجد الارتفاع الماء حتى ينذهب Curtis سوف يساوي ١٩٢ سوف نقوم بحجم أمني للسود في مؤسس hiç الآن مع التجارة فقط السCUل إذا سوف نجد التمرين الرئيس وحسب بالسنتيمتر المكعب والديسيمتر المكعب حجم كل من المجسمين A و B ثم بالليتر إذن سنحسب الحجوم إذن حجم المجسم A ثم حجم المجسم B هي مجسمات على شكل مشورات قائمة إذن بالنسبة للV A و V B سنحسب الحجم الآن ونرى ما لديك قاعدة إذن لاحظوا جيداً سنحسب التمرين في التمرين 10 إذن عندي المستطيل مساحة المستطيل هي 24 و 18 هذه مساحة المستطيل سنزيد عليها مساحة المثلة المثلة عندي 17 و 17 مقسومة على جوج هذه كلها مساحة هذه القاعدة لعبارة عن مستطيل و متلت و عد سنضرب الارتفاع الذي هو 40 و عندي توافق في الوحدة هذا بالنسبة للV A بالنسبة للV B V B عندنا غي متلت قاعدته 15 و قاعدته الخرى 15 مقسمة على جوج هذه مساحة قاعدتي هذه الأباز هنا هذه الأباز سنضرب الارتفاع الذي هو 50 إذن سنضرب حماليات حسابية إذن سنضرب حماليات حسابية إذن سنضرب حماليات حسابية سنضرب حجم 53 سنضرب حجم و فعلا 3578.4 سم سنضرب حجم لن اسم بحضور 15 15 خمسطاش هنا ازن 3.14 سنضرب حجم 3.14 لا أعرف نعرف لذلك هنا مقسمة على جوج يتصبر لأنه مرتلة مقسمة على جوج و هنا حجم 15 نضرب و سنضرب سنضربه في خمسة النتائج هي كالتالي هذا ليس خطأ لقد ضربت ثلاثة وثلاثة وثلاثة وعشرين وستين سنتيمتر مكعب هنا خمسة وستمائة وخمسة وعشرين سنتيمتر مكعب إذن السؤال الآخر هو الشخص نحوله لديسيمتر المكعب هذه بالديسيمتر مكعب تكون هي ثلاثة وعشرين فاصلة سفر ستين ديسيمتر مكعب ونرجع الفاصلة ثلاثة بالمراس هذه بالديسيمتر مكعب ستكون 5.625 ديسيمتر مكعب وبالنسبة للسيعة ساعة المجسمة ستكون 23.06 لتر وهنا 5.625 لتر ترجمة نانسي قنقر